السؤال الأخير أنت متطمنة يعني متطمنة على المرأة في مصر لأنه يمكن كمان سيد الرئيس أخص المرأة بأنه في ظل الأزمات الستة المصرية قادرة أنها تدير الأسرة وبالتالي بتدير الوطن لأنه أسرة جنب أسرة جنب أسرة بقينا مجتمع يعني نقدر نعدي من الأزمات أنا مؤمنة بدا جدا 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 بس أنا عندي رأي دايما بقوله بنتيس فرصة أن يبقى عندي مجال أتكلم فيه أنا عندي رأي أنه إحنا محتاجين لحملات توعية لأنه إحنا حصل لنا تجريف فيه شباب عندنا لما تكلميه تتخضي تقولي ده مش مصر إذا جاي من حتة تانية يعني فأنا رأي أنه إحنا محتاجين لحملات توعية من ناس مخلصين ومؤمنين بالرسالة الرئيس السيسي في كل المجالات في الزوايا وفي المنابر وفي التلفزيون وفي الإذاعة وفي الثقافة اللي هي كل ما يشكل وعي الأفلام كله إحنا محتاجين نرجع الوعي المصري اللي إحنا عارفين والاحترام والاحترام ما هو كده والاحترام والوعي والالتزام يعني